ونناقش في هذه الحلقة تظاهرات جديدة في لبنان للمطالبة بالتغيير ورفض الطائفية وتظاهرات أخرى تؤيد الرئيس ميشيل عون وأنقرات تعلن إجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية شرق المتوسط واليونان تكشف عن برنامج لتعزيز قدرتها الدفاعية أهلا بكم الشارع اللبناني عاد من جديد ليضغط على أهل النظام من أجل التغيير وبرفقة الضغوط الفرنسية والأمريكية فهل يملك الرئيس ميشيل عون وحلفائه أي فرصة للهرب من استحقاقات التغيير وهل يملك رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب أي خيار غير أن يقدم تشكيلة تغيير حقيقية ولكن ماذا لو شاء أهل النظام أن يرفضوا القبول به حريق مرفأ بيروت أخمد إلا أن حريق النفوس ما يزال يتأجج والاحتجاجات التي لم ينقطع سيلها منذ عدة أشهر ظلت توجه أصابع الاتهام إلى الطرف المسؤول عن الكارثة الأم والتي أوصلت لبنان إلى الهاوية النظام الطائفي وسلطة حزب الله التي عطلت الإصلاحات وأحالت دون حصول لبنان على المساعدات الخارجية هي التي أوقعت لبنان في هذه الحفرة الأنظار تتجه الآن إلى ما سيقترحه رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب فحكومته التي مزال متريثا في الإعلان عن تشكيلتها إما أن تكون أول الطريق للخروج من المأزق وإما أن تكون استمرارا له بوجوه أخرى أديب عاد ليجري مباحثات في قصر بعبدة مع الرئيس ميشيل عون لكي يطلعه على خياراته ويستطلع الإمكانيات ومع تجدد الاحتجاجات في شوارع بيروت والمدن الأخرى فإن الضغوط تزداد على أهل النظام وهم تحالف الرئيس وصهره جبران باسيل وحسن نصر الله للقبول بحكومة تقطع مع الماضي الطائفي لتكون حكومة مستقلة ومدنية وغير خاضعة لهيمنة أي طرف وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله أن تحصل على أي دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثله في لبنان يتابعون الخطوات أولا بأول وهناك اعتقاد يترسخ في الأوساط السياسية يقول بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الوزيرين علي حسن الخليل ويوسف فينيانوس قصدت شيئا أبعد من مجرد إثارة الصدمة لتقول إن باسيل وعون وكل الوزراء المرتبطين بحزب الله وحركة أمل يمكن أن تطالهم العقوبات وأن تجري مصادرة أموالهم بالخارج بل وقد يتعرضون لملاحقات جنائية أيضا ضغوط الشارع وضغوط باريس وضغوط الولايات المتحدة كلها تقف في صف حكومة تغيير حقيقية وأديب لا يملك حيالها إلا أن يتقدم بخيارات جذرية ليترك لأهل النظام حرية الاختيار بين الخروج من الحفرة أو تعميقها أكثر موسيقى موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى هذا الحوار وأرحد بضيفية الكاتب والبحث السياسي السيد أحمد أصفهاني عبر خدمة سكايب من لندن وأيضا الباحث والمحلل السياسي من بيروت الدكتور طارق عبود أهلا وسهلا بكم أبدأ مع الدكتور طارق عبود إذا ما نظرنا إلى الشارع اللبناني لنتفحص عودة مشهدية التظاهرات وأيضا بروز تظاهرات مضادة وإذا ما وضعنا التظاهرات في الميزان السياسي كم تؤثر على مسارات ومطالب محاسبة مجربي مرفأ بيروت وحريق العاشر من أيلول وتشكيل الحكومة وتخليصها من الطائفية وإنقاذ لبنان تحية إليك عزيزي وإلى ضيفك الكريم وإلى المشاهدين حقيقة أنت رحت عدد من الإشكاليات في هذه المقدمة تحتاج إلى حلقات ولكن بالمختصر التظاهرات التي يقوم بها عدد من اللبنانيين عدد شريحة من الشعب اللبناني وما قام به المتظاهرين اليوم هي جزء من المشهد السياسي اللبناني هذه التظاهرات على أحقيتها ولكنها تتناول طرفا واحدا من الأطراف السياسية المسؤولة عن هذا الخراب في لبنان السؤال المركزي اليوم لماذا التركيز على رئاسة الجمهورية وعلى شيطنة رئاسة الجمهورية أين الحكومات المتعاقبة مما حصل في المرفأ ومما حصل في الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي في لبنان أين النواب في هذا الموضوع أين الكتل السياسية والأحزاب السياسية التي كانت مشاركة في الحكومات المتعاقبة أقلها من عام 2005 إلى اليوم يعني التركيز على رئاسة الجمهورية بهذا الحجم هو تركيز ممنهج إعلامي وحتى من خلال الشعر اللي كان يكون موضوعيين الرئيس رئاسة الجمهورية هي مسؤولة كما هي الأطراف الأخرى مسؤولة أيضا الهجزة الأمنية مسؤولة ماذا كان تفعل الهجزة الأمنية أول من أمس في الحريق وهي منطقة عسكرية مقفلة ولبنان اليوم في حالة طوارئ أين الأجزة القضائية من التحقيق الذي يحصل منذ الرابع من آب إلى اليوم أين هم المتهمون لماذا لم يقدم المجلس العدلي والنيابة العامة التمييزية وكل المحققين في هذا الموضوع المتهمين إلى القضاء هناك أسئلة مشروعة كبيرة عند الشعب اللبناني في الحقيقة ومن الظلم أن نقزم ونفوكس فقط على رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع هناك مروحة واسعة من المسؤولية مسؤولية النظام اللبناني النظام الطائفي في لبنان وفي المقدمة يعني زامراتكم كانت تؤشر إلى هذا الموضوع لن يتم الإصلاح في بعض عدد من التظاهرات هناك من الضروري أن يحدث تغيير في النظام اللبناني الطائفي لكي نبدأ خطوة الألف ميل في التغيير وربما هذا هو المطلب الرئيس حينما يتظاهر هؤلاء المتظاهرون ضد الرئيس على اعتبار أن عقدة تشكيل الحكومة هي الآن بينه وبين الرئيس المكلف وإذا ما وافق الرئيس ومن يقف خلف الرئيس بالتالي ستسير الأمور وستكون هناك مرونة لتحقيق ما تريد وبالتالي سيكون مشهد التظاهرات مقبولا ومنطقيا ضد الرئيس ومن معه بس لو سمحت كان هناك مشكلة بالصوت بس لو تعيد جزء من السؤال أعيد مرة أخرى تقول لا بد من الخلاص من النظام الطائفي ونحن الآن على اعتاب ربما إمكانية التغيير ويريد هؤلاء المتظاهرون من الرئيس أن يكون بوابة هذا التغيير بإجازة الحكومة التي يقدمها الرئيس المكلف فبالتالي ألا يكون تظاهرهم ضد الرئيس منطقيا وشرعيا ومقبولا عزيزي التغيير لنظام الطائفي لا يتم بتغيير حكومة ولا بإعطاء ثقة لحكومة ولا بحقائب وزارية التغيير في النظام السياسي يحتاج إلى إجماع للشعب اللبناني إجماع القيادات السياسية إجماع المرجعيات الدينية هناك عدد من المرجعيات الدينية اليوم إذا كنت تتقدم بطلب أو تصرح تصريحا عن تغيير النظام اللبناني تقوم القيامة ولا تقعد ويبدأون بالتخوين لمن يقول في التغيير حتى عندما أتى الرئيس ماكرون وقال إننا من الضروري أن نقدم على عقد اجتماع جديد خوانه البعض في لبنان الموضوع ليس مرتبطا بالحكومة جزء كبير من اللبنانيين يريد تغيير هذا النظام الذي هو ولاد للمشكلات ولاد للأزمات هذه الحكومة لن تأتي بالترياق طالما نحن ندور في الحلقة المفرغة لنظام سياسي طائفي زبائني نظام ريعي نظام اقتصادي نظام يعني لا يبشر بأي مستقبل للبنانيين من هنا تبدأ الحكاية ومن هنا يبدأ التغيير جميل سيد أحمد أصفهاني أمام هذه التظاهرات والتظاهرات المضادة والرغبة بالتغيير من الداخل والتي ينقصها الإجماع كما يقول الدكتور طارق عبو الضيفنا من بيروت كم يتشكل مقدار قوة لهذه التظاهرات الداخلية على علاتها وانقسامها أمام الضغوطات الخارجية التي تدفع لبنان عنوة طوعا أو كراهية للتغيير أو القبول به أو تحمل النتائج التظاهرات تعطي جانبا فولكلوريا في لبنان تعطي جانبا داخليا لقرار خارجي هناك قرار خارجي عبر عنه الرئيس الفرنسي بتغطية أوروبية وإلى حد ما بتغطية أمريكية هذه التحركات الآن هي للضغط لإظهار أن هناك أناسا لهم أصوات مختلفة تماما لكن المعركة الأساسية هي معركة تشكيل الحكومة طبيعية هذه الحكومة برنامج هذه الحكومة نذكر أن ماكرون أعطى الدولة اللبنانية أعطى المسؤولين اللبنانيين مهلة 15 يوم تنتهي يوم الثلاثاء على مصطفى أديب أن يقدم تشكيل الحكومية مهمة جدا لمعالجة هذا الوضع وإلا سيكون هناك عقوبات هذه نقطة مهمة للفرنسيين يقولونها والأمريكيون بدأوا بها لكن السؤال الآن الذي يجب أن نركز عليه أخي العزيز والتالي هل العقوبات التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على شخصيتين لبنانيتين محسوبتين على تيار معين هل هي اختراق للمبادرة الفرنسية أم أنها جاءت لدعم المبادرة الفرنسية علما بأننا بدأنا نسمع أصواتا اعتراضية مثلا نبي بري ورئيس المجلس النواب أبدأ اعتراض أنه يصر على حقيبة المالية على أساس الميثاقية هذا يعالج هذا يعيدنا إلى المسألة الطائفية لذلك الآن يجب أن نراقب ليس ما يتم التحرك في الشارع على أهميته ليس هو العنصر الغيري الأساسي لكن العنصر مهم جدا هو طبيعة الحكومة التي سيقدمها مصطفى أديب يوم الثلاثة المقبل إذا قدمها طيب على ذكر حقيبة المالية والجدل الدائر حول تخليصها من المحاصصة والطائفية التي دأبت عليها السياسة اللبنانية لافت للانتباه أن ما خرج من التيار الوطني الحر وكتلة لبنان القوي إشارات بأننا يمكن أن ندعم الحكومة دون المشاركة بها وهذه فسرت على أنها نوع من التنازلات وانحناء أمام الضغوط الأمريكية أي بمعنى القبول بهذه الحكومة أي أن العقوبات الأمريكية تدعم وتدفع المبادرة الفرنسية لولادة الحكومة هذا صحيح هذا تفسير منطقي لكن في لبنان يمكن هناك أن يكون تفسيرات عديدة لحادثة معينة مثل حتى السنائي الشياء يهدد بأنه يمكن أن يخرج من الحكومة أو لا يوافق على الحكومة نظرا إلى طبيعة التركيبة السياسية في لبنان تركيبة طائفية تركيبة المحاصصة لا أتصور أن الحكومة تستطيع أن تستمر أو أن تنال استقافة في البرلمان اللبناني إذا لم تخرج عن اعتبار هذه المسائل وأيضا هناك مسألة مهمة جدا أخي العزيز يجب أن ننتبه لها وهي أننا لا نخوض الآن معركة لتشكيل الحكومة أننا نخوض مثل اللبنانيون أفصد رجال السياسة في لبنان يخوضون معركة سياغة علاقة لبنان في المنطقة ووضع لبنان الإقليمي والحل القادم إلى المنطقة لذلك هناك ضغط على لبنان في رأيي أن أي حكومة لن تزين النظام الطائفي لن تغيي من الوضع شيء إلا أنها ستمنع الانهيار وستحاول أن تلملم الوضع المتدهور في لبنان ليس ما يكون هناك صفقة إقليمية تنعكس على لبنان دكتور طارق هل تعتقد أن الساسة في لبنان لهم هذا الترف من الحرية ليختاروا ما يشاءون من نوع الحكومة القادمة أي أنهم يستطيعون اختيار ما بين الاثنين ما بين المحاصصة وما بين الكفاءة وبالتالي تقبل فرنسا مثلاً والمجتمع الدولي بهذا يعني طبيعة النظام في لبنان طبيعة تشكيل الحكومات طبيعة النظام البرلماني الذي هو يتحكم بتشكيل الحكومة ليس فقط رئيس الحكومة هو الذي يضع التشكيل الحكومية هناك ممران الممر الأول الإلزامي هو توقيع رئيس الجمهورية صحيح الذي له اليوم كتلة نيابية وازنة التي ترأسها الوزير أو النائب جبران بسيل إضافة إلى الثقة التي تريد أخذها أو تحصيلها من المجلس النيابي لذلك إذا لم يقدم الرئيس الحكومة التشكيلة المناسبة للقوى السياسية التي تترضى عنها على أقل تقدير هذا السيناريا دكتور قارق هذا كان من الماضي الآن نتحدث عن روح جديدة لتشكيل الحكومة قيل أو يتوقع أنها ستغادر فكرة الكلاسيكيات اللبنانية التكليف قبل التأليف أثلث المعطل كل هذه تجاوزها الرئيس المكلف أديب وبالتالي سيحصل على موافقة الرئيس كونها ملزمة دستوريا لكنه سيستأنس فقط برأي النواب والحكومة ستمر هكذا يقال هذا تنظير لما يحصل هذه المرحلة ولكن واقعيا لا يستطيع رئيس الحكومة أن يعاد الكتل النيابية التي سمته لتأليف الحكومة فيصل إلى مكان هي سمتهم فرنسا سمتهم سمتهم تمنت عليهم فرنسا اللبنانيون أنا عندي نظرية تقول أن اللبنانيين مراهقون في السياسة القوى السياسية لم تستطع إدارة البلد منذ العام 2005 عندما خرج السوريون هم معتدون على الاستعمار ومعتدون على الوصاية تاريخيا في لبنان لذلك رأيناهم يتخبطون خبط عشواء عند تأليف كل حكومة نحن كلبنانيين اليوم نتمنى أن يضغط الفرنسيون لكي تشكل حكومة بالحد الأدنى تبدأ بالإصلاحات ولكن هناك عقبات كبيرة هناك كتل سياسية هناك دولة عميقة في لبنان هناك شخصيات متجزرة في الواقع السياسي ولكن دكتور طارق هم هذا الواقع السياسي المتكلس هذا صحيح تماما ولكن الوقت يختلف الجميع يعرف أن المركب الفرنسي هو طوق النجاة للجميع الآن وبالتالي هناك عقوبات وبالتالي إذا فشلت حكومة السيد أديب بالتالي سيهدم المعبد على رأس الجميع ولا أحد يريد أن يتحمل هذه المسؤولية جزء كبير من الطبقة السياسية لا تكترث بكل ما يقال عزيزي إذا هدم الهيكل ولم يهدم الهيكل السياق الذي اختطته هذه الحكومات وهذه السلطة السياسية وهذا النظام السياسي منذ ثلاثين عاما كان سيؤدي إلى ما نحن فيه وهذه التحذيرات التي تقولها أنت وأقولها أنا ويقولها كثير من اللبنانيين هم لا يكترثون بها هم يكترثون لمصالحهم ولحصاصهم فقط لذلك فإن لبنان إذا نهار فهناك نظرية تقول أنه فلينهر هذا البلد ولهم كتلتهم النقدية التي ادخلوها في الخارج وفي المصارف الخارجية وهناك العقارات وهذه ستتعرض للعقوبات دعني أفحص هذا الرأي مع سيد أحمد دعني أفحص هذا الرأي مع سيد أحمد سيد أحمد أصفهني إلى أي مدى القول بأن هذه الطبقة لن تكترث بما يريده الفرنسيون أو حتى هذه الضغطات الإقليمية والدولية وستذهب وتقاتل للحفاظ على الطبقة السياسية المتكلسة هذه الإقطاعيات السياسية رغم أن فرنسا هناك من يقول تراقب عن كثب مدى التزام هذه الأطراف بتعهداتها بتشكيل الحكومة وما إفاد اللواء عباس مدير الأمن إلى باريس إلا تأكيد على هذا الأمر يعني الطبقة السياسية في لبنان تهتم الطبقة السياسية في لبنان غالبية الطبقة السياسية تعمل وفق المسأل الشعبي المشهور في لبنان الذي يتزوج أمي وسميه عمي هذا مشهور في كل المنطقة العربية يعني ينطفق على لبنان أكثر من غيره هذه المسألة الآن هي التالية هؤلاء الطبقة السياسية للحفاظ على مصالحهم مستعدون أن يسيروا مع من مع من يقدم لهم المصالح لكن في رأيي ما يجري الآن في لبنان هو القشور هذا رأيي قشور تأليف حكومة قشور المظاهرات قشور المشاورات وما شابه ذلك هناك سؤال مهم جدا وهذا ما استدعى التدخل الخارجي التدخل الخارجي ليس كرامة سواد عيون اللبنانيين أو أن الفرنسيين يحبون اللبنانيين وما شابه ذلك لا لبنان الوجود لبنان الكيان لبنان الدولة هو موضوع تساؤل الآن أي وظيفة لهذا الكيان أي مستقبل لهذا الكيان نحن نعلم أنه كان يجب أن نحتفل بالذكرى المئوية الأولى لميلاد لبنان الكبير هذا اللبنان الكبير الذي صنعه الفرنسيون فشل انتهى أي لبنان لذلك نحن في رأيي هناك تحرك على مستويين تحرك قليمي دولي خطير جدا للبحث في مستقبل هذا الكيان في مستقبل هذه الدولة طبيعة هذه الدولة وبحث آخر يتلهى به اللبنانيون الآن هو تشكيل الحكومة للملمة الوضع الفرنسيون لا شك أن عندهم مشروعا مهمة جدا ومستعدون لفرض عقوبات على القيادات السياسية اللبنانية التي تعرق لكن حتى هذه القدرة على العقوبات لا يمكن في رأيي أن تلغي الحساسيات والتوازنات اللبنانية هذه ججبا تأخذ بعين الاعتبار تماما كما أخذت بعين الاعتبار في اتفاق الطائف في اتفاق الدوحة هل تريد أن تقول سيد أحمد بأن الثنائي الشيعي يعتبر ما يجري الآن مسألة وجودية بالنسبة له وبالتالي لا عقوبات أمريكية ولا مشروع فرنسي قادر على زحزحته ولو جزئيا من مواضعه التقليدية لا لا هم استعدون أن يتحركوا لكن ضمن دائرة ضيقة جدا ضمن مناورة ضيقة جدا هم يشعرون بأن هناك استهدافا لحزب الله تحديدا ومعه بالمعية طبعا القوى التي تؤيد حزب الله منها أمل هناك استهداف واضح من أمريكا لذلك هم يحاولون استيعاب هذه الصدمة استيعاب هذه الضربة بتسهيل الأشياء كثيرة ومن الأشياء التي سهلوها أنهم سهلوا لمكرون تسمية مصطفى أديب يعني مصطفى أصحي هو مكرون اقترح مصطفى أديب بس ما كان مصطفى أديب لينال شرف التشكليف إلا بموافقة السناء الشيعي هذه تنازلات ممكنة لكن إذا وصلت الأمور إلى حد فرض عقوبات أوسع لتغيير طبيعة النظام فلابد أنها سيكون لهم موقفا سيكون لهم موقف مختلف تماما دكتور طالق نقرأ في موقف الثناء الشيعي الذي ينظر إليه على أنه المعرقل الآن لمرحلة الإصلاح ما هي خياراته؟ هل الإنحناء لهذه الأزمة والموجة؟ أم التماهي معها؟ أم المعاندة والوقوف بوجهها؟ الثناء الشيعي ليس معرقل للإصلاح هذا إفتراء بين بعض المراقبين من المراقبين أو مني؟ وعرضه أنت تتحدث عن بلسان المراقبين نعم هكذا هكذا تطرح الرؤى صح اليوم الرئيس أديب هو متكتم جدا على التشكيلة الحكومية حتى على عددها على شكلها تكنوكراط أم تكنوكسياسية أم سياسية هو لم يتكلم عن هذا الموضوع فلذلك عندما أتت العقوبات الأمريكية اليوم وأتت في وقت حساس جدا في الحقيقة ولا أعلم إذا كان الأمريكيون قد نسقوا مع الفرنسيين في هذه العقوبات لأنها وضعت عراقيل في تشكيل الحكومة وجعلت الثناء الشيعي يتمسك بوزارة المالية عندما كان هناك كلام عن المداورة في الوزارات السيادية أو الوزارات الكبيرة لذلك أنا أعتقد بأن هناك جزء ممن خلف الرئيس أديب ممن يتسامر وإياهم ليليا ليس بعيدا من هذا الاستوديو هم يريدون حقيقة والهدف منه هو عدم الاعتراف أو نسف الاعتراف بالانتخابات النيابية في العام 2018 لذلك هم يتجاوزون كل هذه المطبات ولكنهم يستضمون مثقيا بالثناء الشيعي لا يستطيع ولا نستطيع الرئيس أديب ولا أي رئيس حكومة من تشكيل حكومة إذا لم يكن الثناء الشيعي راضي عن هذه الحكومة لذلك عليه أن يدور الزوايا عليه أن يبدأ الكلام والفعل من مكان منطقي وواقعي لكي يصل إلى السراي الحكومي ويبدأ العمل بنمط جديد يريده اللبنانيون وأنا لا أعتقد بأن أي حكومة ستأتي لا اليوم ولا غدا ستستطيع أن تنظم عملية بداية الإصلاح في النظام السياسي إذا بقينا في هذا النظام السياسي الطائفي وربما هذه هي الإجابة على السؤال الأول الذي طرحته لماذا يستهدف الرئيس ميشيل عون ومن يقف خلفه قدمت الإجابة في نهاية البرنامج شكرا جزيلا لك الدكتور طارق عبود ضيفنا الكاتب والبحث السياسي من بيروت ودائما شكرنا موصول إلى ضيفنا البحث في الشان السياسي السيد أحمد أصفهاني ضيفنا عبر خدمة سكايد من لندن شكرا جزيلا لكم مشاهدين متواصلون معكم في برنامج وراء الحدث من قناة الغد في لندن ونناقش فيه بعد الفاصل أنقرة تعلن إجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية شرق المتوسط أهلا بكم من جديد أعلن التركيا عزمها أجراء مناورات بالذخيرة الحية بالقرب من سواحل شمال قبرص هل يقضي ذلك على الثقة بقدرة أنقرة على وقف التصعيد وما هي الدوافع التي تقف خلف هذا الاستفزاز الجديد وماذا يعني للأوروبيين الذين ينتظرون فرض عقوبات جديدة على تركيا أواخر الشهر الجاري لم تمضي ساعات على اختتام المحادثات الفنية بين تركيا واليونان تحت مظلة الحلف الأطلسي حتى أقدمت أنقرة على استفزاز جديد المحادثات قصدت وضع ضوابط تحول دون حدوث اشتباك فانتهزت أنقرة الفرصة لكي تعلن عن مناورة عسكرية جديدة في ذات المناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط سلوك بدى وكأنه نوع من المكابرة ولكنه كان استفزازيا بما يكفي لكي ينزع ثقة الأوروبيين برغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التخلي عن سياسات التوسع على حساب مصالح الآخرين الأوروبيون يستعدون على أي حال لفرض عقوبات جديدة على أنقرة خلال اجتماعات المجلس الأوروبي المقرارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجري وتوفر المناورات العسكرية الجديدة حافزا إضافيا لعدم ثقة باللهجة التصالحية التي خضب بها وزير الخارجية التركي مولو جويش أوغلو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل عندما قال إن بلاده مستعدة لخفض التصعيد وتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ولكن لم ينضي سوى أربع وعشرين ساعة على هذا الكلام حتى أعلنت أنقرة عن إجراء مناورات بالذخيرة الحية قبالة السواحل شمال قبرص الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون حصل بذلك على تأكيد إضافي لقناعته السابقة والتي قال فيها إن أردوغان لا يفهم إلا الأفعال وأن من الضروري للخطوط الحمر أن تكون واضحة أمامه العقوبة جديدة إذا ما تم فرضها فإنها سوف تدفع الاقتصاد التركي إلى الهوية لسيما وأنه يواجه ضغوطا تضخيمية وانكماشا ونقصا في الاحتياطات يهدد قدرة المصرف المركزي على تزديد أقصات ديون الخارجية التي تزيد على أربعمائة وعشرين مليار دولار ولزيادة الضغوط على أنقرة طرح السيناتور عن ولاية ويسكنسون رون جونسون رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لأوروبا في مجلس الشيوخ في حديث لصحيفة واشنطن إكزامينر إمكانية البحث في انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك التركية إلى القاعدة الأمريكية في خليج سودا اليوناني لتضاؤل الثقة بأردوغان هذا السبب يبدو مقنعا بأن أردوغان سوف يضطر بعد كل المكابرات إلى أن يتراجع فيسحب كل سفنه من المناطق المتنزع عليها ليزعم أنها أنجزت مهمتها من بعد ذلك فإن احترام القانون سيكون هو الخيار الوحيد ودونه الهوية ترجمة نانسي قنقر مشاهدين من جديد أهلا بكم وأرحب بضيفي من لندن الدكتور أحمد عجاج البحث في العلاقات الدولية ومعنا من اسطنبول سيد أكتاي يلمز الكاتب والمحلل السياسي أهلا وسهلا بكما وأبدأ مع سيد أكتاي طبعا أمنحك سيد أكتاي وقت إضافي هذه المرة لأني وعدتك من الحلقة السابقة بأن يكون لك وقت إضافي وعد الحردين عليه السؤال بعد ساعات فقط من المحادثات التركية اليونانية لخفض التصعيد تحت مضلة الأطلسي عادت تركيا لتعلن عن مناورات بحرية وبالذخيرة الحية لماذا هذا الاستفزاز ونسف فرص التهدئة تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين ولضيفك الكريم أولا أشكركم على حسن الطيافة وهذه الطعوة بعد ذلك اسمح لأن أعبر كذلك أن تحفظ على التقرير نعم بكل التأكيد أنت دائما تقول هذا سيد دوكتاي نعم كالعادة لم أستغرب ولكن التقرير كان منحاز جدا وبكل الأسف للرؤية اليونانية وتعبر عن أجواء أعضائية ضد تركيا لا أعرف ما هو السبب الحقيقي هذا من جانب آخر أجب سؤالكم يا سيد الكريم ما المشكلة أن تجري تركيا مناورات بحرية على مياهها الإقليمية وفي مياه الدولية هذا حق طبيعي لتركيا إذا كانت هناك طرف آخر يستفز تركيا باستمرار هذه المناورات يعني بنفس الوقت يجب أن نذكر أن هناك سفن حربية ينانية مدعومة بسفن حربية فرنسية تقوم باستفزاز تركيا بالقرب من السفينة البحث العلمي التركية مهمة السفون الحربية التركية حماية هذه السفينة التي هي بالأساس سفينة للبحث العلمي وكذلك هذه المناورات البحث العلمي في منطقة متنازع عليها نعم في المنطقة التي تعتبرها تركيا مياه البطنية أو في مياه الإقليمية فليعتبر البعض سيد أكتاي دعني هنا أسأل تقول ما المشكلة في أن تجري تركيا مناورات بحرية وبالذخيرة الحية المناورات البحرية بالذخيرة الحية هي رسائل تسخين سياسي وليست مشوار على الكورنيش حتى نقول ما المشكلة في أن تفعل تركيا هذا نعم صحيح بنفس الوقت نعم طبعا هناك أهتف لهذه المناورات تعزيز قدرات العسكرية وكذلك رفع الجهوزية وبنفس الوقت رسائل إلى الطرف الآخر التي هي كذلك موجود بالسفن الحربية وبالمقاتلات وبحشد دولي وما إلى ذلك فأن تركيا جادت في حماية أمنها القومة جادت في حماية حقوقها ومصالحها وأن هذا النهج العسكري ليس الحال الحال الجلوس الجلوس في الطاولة وبحث كل هذه القضايا يعني الحال ديبلوماسي وليس عسكر ولذلك تركيا طاعت الناتو هناك اجتماعات في الناتو واضح تماما سيد الدكتور تركيا عربت يعني جهوزيتها للحال العسكري وطاعت جميع الأطراف للجلوس على طاولة لبحث كل هذه القضايا واضح تماما دكتور أحمد يقول السيدة أكتاي ما المشكلة في أن تجري تركيا مناورات بحرية وبالذخيرة الحية عفوا وهي بنفس الوقت تريد الحوار أي تريد الحوار والمسدس على الطاولة هل تستطيع تركيا بالفعل أن تفتح هذا النمط من الحوار الحوار مع القوة التلويح باستخدام القوة أولا يجب أن نعترف يعني أن هناك مشكلة سببها تاريخية وليست مشكلة هي الآن وهذه المشكلة التاريخية هي المعاهدات التي وقعتها تركيا وهي معاهدات سيفر ولوزان والتي أجبر نعم والتي أجبرت فيها عن التخلي عن كثير من الجزر التي تتابع لها وبعضها يعني يبتع 2 كيلومتر فقط عن تركيا وأنا درست القانون الدولي وأعرف ذلك وهذا يعني غير منطقي على الإطلاق لأنه في القانون الدولي إذا كانت الجزر يعني مثل الجزيرة هذه القريبة من تركيا 2 كيلومتر فأن ترسيم الحدود يكون من هذه الجزيرة وبالتالي تركيا تصبح يعني منطقة مغلقة ليس لها منفذ على البحر هنا الإشكالية وهنا ما يريده أردوغان أردوغان يقول بعبارة أخرى أننا وقعنا اتفاقية عندما كنا ضعفاء ولم يكن لدينا سلاح والآن نحن في عالم آخر وعلينا الآن أن نعيد النظر في هذه الاتفاقية بطريقة تحفظ حقوقنا الآن هو يعتمد دبلوماسية أصبحت معروفة في العالم يعني الآن هو دبلوماسية أنه إذا لم تؤطوني حقوقي فأني سأقاتل كما فعل بوتين عندما غز أوكرينيا وكما فعل غيره يعني مثل الخلاب ولكن دعني هنا أتوقف معك دكتور أحمد في جزئية تقول أن تركيا تشعر أنها غبنت في تلك الاتفاقيات ومنها لوزان ولكن تركيا تعترض وكما يقول الرئيس أردوغان سنمزق هذه الخرائط لأنها تظلم حقوقنا يعترفون بهذه الاتفاقيات حينما توقع مثلا مصر مع اليونان اتفاقية يقولون هذا مخالف لاتفاقية لوزان وحينما تكون اتفاقية لوزان ضد مصالحهم يقول أنها اتفاقية بالية أي منطق هذا كما قلت لك هم يريدون أن يعيدوا النظر في أساس الترتيبات جميعها وعندما وقعوا اتفاقية مع حكومة الوفاق المعترف بها شرعيا في ليبيا تخربطت الأوراق كلها وهذا يزعج كثيرا اليونان وليس اليونان حتى فرنسا لأن فرنسا تعتبر أن تركيا منافسة لها الآن ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط إنما في أفريقيا ولذلك نحن نجد هذا الكباش السياسي القوي ولذلك هنا نرى ألمانيا تحاول قدر ما تستطيع لمنع الاقتتال لأن الاقتتال قد يحدث فعلا في أي لحظة ولذلك وهذا السبب كله إذا أرجعنا هو الانسحاب الأمريكي من المنطقة يعني الأمريكيون عندما جاء ترومبو بدأ ينسح من المنطقة لم يعد هناك الدولة القوية التي ترعى الجميع وتجعل الجميع يقف عند حدوده لذلك الآن نحن في فترة جديدة فترة أنني أملك القوة وأملك الرغبة التوسعية أو الظلم التاريخي كما كل واحد يسميه من جهته لذلك سيكون الاقتتال وارد جدا بالفعل ما لم يتدخل حلف الناتو لكن أنا أعتقد أنه لن يحدث قتال على الإطلاق لأن حلف الناتو لن يسمح بذلك خاصة في هذا الوضع الصعب الذي نرى فيه يعني روسيا والصين يشكلين خطرا على أوروبا سيدة أكتاي المز الأوربيون في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من هذا الشهر سيجتمعون أربما لتحديد عقوبات ضد تركيا بسبب هذا السلوك التوسعي والرغبة الأردوغانية تحديدا وليست تركيا حتى نكون منصفين ألا توفر هذه المناورات بالذخيرة الحية ذخيرة إضافية للأوربيين لتسخينهم وبالتالي فرض عقوبات أكثر على تركيا وتعرف كم هو الوضع الاقتصادي في تركيا مخلخل ومهدد سأجيب سؤالكم ولكن اسمح لي وقت قليل حتى أصحح بعض المفاهيم التي طرحها طيفكم الكريم أولا سور تحدث عن اتفاق السور وتركيا لم تقبل ولم توقع لاتفاق السور لأنها كانت تقضي بالقضاء على تركيا المستقلة تركيا خادت حرب الاستقلال بقيادة مصطفى كمال باشا ونالت استقلالها طبعا خادت حرب ضد المستعمرين الغربيين وكانت يونان أداء بيد هؤلاء المستعمرين ووقعت على اتفاق اللوزان اتفاق اللوزان جارية لا أحد يعترب عليها صحيح هذه الاتفاقية وقبلها باحتلال اليوناني تم إعطاء الجزر الصغيرة والكبيرة لليونان ولكن هذا لا يعني ترسيم الحدود البحرية اعتبارا من هذه الجزر الصغيرة القريبة على الحدود التركية الواقعة في الحدود التركية قاربة جدا عندما تأتي إلى الشواطئ التركية ترى بعينك هذه الجزر تركيا تقول أن الأساس في ترسيم الحدود البحرية الحدود القار الجاري الجرف القار وليس الجزر يعني القارة نعم الجرف القار وليس الجزر بينما يونان تدعي شيء آخر هذه هي المشكلة أما بالنسبة التهتداد الأوروبية يا سيد الكريم كثير من يعني عندما جمع ماكرون بعض الدول الأوروبية في فرنسا قبل يومين اعترضت كثير من الدول مثل إسبانيا وإيطاليا وحتى بورتغال ومالطا على محاولة فرض أمر الباق على التركية وطلبوا باستمرار أو بالجلوس حول طاولة الحوار لحل هذه القطايا الدبلوماسية كذلك كثير من الدول الأوروبية تدرك أن هناك محاولة فرنسية أو استغلال الفرنسي للخلاف التركي اليوناني وفرض السيطرة الفرنسية على الشرق المتوسط لعن تركيا اسمح لي سيد الكريم إذا كانت هناك رغبة فرنسية بمعادات تركيا كما تفهمون هذه المناورات توفر عذر إضافي لماكرون بأنه كان على حق وسيقنع الأوروبيين بشكل أسهل بأنهم يجب أن يتخذوا مواقف فعالة وحقيقية ضد أردوغان لأنه لا يؤمن بالحوار والجلوس لطاولة الحوار بل يؤمن بالعقوبات أنا أقول أن هذه المسألة مسألة الشرق المتوسط أو الخلافات مع اليونان ليست مسألة أردوغان الشخصية حقيقة هذه مسألة تركيا تنظر إلى هذه المسألة حكومة ومعارضة ومعظم الشعبات تركيا على أنها مسألة وطنية لا أردوغان ينظر إلى الأمر على أنه ربما يعيد أمجاد أتا ترك من جديد الدولة العثمانية من جديد حتى ينقلب على الأتا تركيا ليس الأمر هكذا كما ذكرتم وهناك مبالغة كثيرة ممكن أن ننتقل أسلوب أردوغان ولكن هذه مسائل مسائل هو يقول هذا بلسانه سيد أكسان هو يقول هذا بلسانه يعني عندما يا سيد الكريم عندما تتعلق المسألة بمسألة الوجود للدولة التركية لا تتغير رأي الحكومة والمعارضة ولذلك أنت تقول هذه الخطوات تستفز الأوروبيين قد تستفز الأوروبيين ولكن تركيا تظهر جديتها بأنها جادة في حماية حقوقها مهما تكون هناك تهتضات أوروبية أو يونانية وما إلى ذلك ولكن ولكن هذه مسألة وطنية تركيا تنظر إلى هذه المسألة على أنها متعلقة بالأمن القومي لا يمكن التراجع واضح تماما دعني أعود إلى الدكتور أحمد دكتور أحمد ما بيد الأوروبيين الآن ليفعلوا خصوصا أن يبدو الرئيس الفرنسي ماكرون يحصل على ما يريد يصطاد عميقا في البحر المتوسط هو ربما يستطيع توظيف هذا الموقف التركي الجديد هذا التشدد بعد المحادثات المناورات بالذخيرة الحية ليقنع رفاقه الأوروبيين بأن الرئيس أردوغان لا يفهم إلا لغة القوة دعونا نظهر قوتنا نعم صحيح الخطاب من فرنسا يتحدث بهذا الأسلوب وحتى أن مستشار الرئيس متران جاك أتيلي قال أنه يجب أن نسمع إلى ما يقوله أردوغان جيدا ونتصرف وفق ما يقوله لأننا وقعنا في خطأ سابق عندما لم نستمع إلى هتلر وتركناه يفعل ما يفعل ولو أن وقفنا في وجهه لما حدث ذلك بمعنى آخر أن الفرنسيين كمستشارين وسياسيين يقارنون بين أردوغان وبين هتلر نعم وهذا خطاب يعني عالي النبرة وخطير أيضا لكن هناك في أوروبا حقيقة الكثير من الدول لا توافق على هذا المنحة الفرنسي يعني ألمانيا تعتقد وألمانيا نحن نعرف لها علاقات وثيقة جدا مع تركيا اقتصادية وسياسية وتاريخية حتى أن تركيا خضت الحرب العالمية الأولى معها ولذلك الآن ميركل تحاول يعني إعطائه الجزرة بمعنى إعطائه يعني السمح له باتفاقية الاتحاد الجمهوري التي توسيعه التي طالب بها تركيا وهناك أيضا يعني قبول أمريكي وبعض أوروبي بأنه لا بد من الحوار وهنا أنا أقول أنه إذا ما جاء أردغان إلى الحوار وهو سيأتي سواء عاجلا أو آجلا فإنه سيكون الرابح الأكبر لماذا؟ لأنه سيأتي وفي جعبته الصفر هو لا يملك شيء في الحدود البحرية لذلك عندما يفاوض سيقول لهم كيف يعني أنتم تقبلون أن تكون جزيرة بعيدة عن أرض البرية 100 كم ونصف وتكون لليونان وهي مساحتها كل 10 كم يعني هذا المنطق هو الذي سيستخدمه أردغان هو من خلال استعراضه العسكري يعني سيقول لهم تعالوا لنتفاوض وعندما يتفاوضون هو لا يملك شيئا الآن هو يريد أن يأخذ شيئا لذلك سيعطوه شيئا وهنا أنا أعتقد بأنه سيربح لكن الفرنسيون يعتبرون أردغان أن إذا ما عطوه شيئا فيسكون هذا خطرا عليهم وعلى مصالحهم لأن صراعهم مع أردغان ليس فقط في شرق المتوسط فلفي إفريقيا والأتراك يعني متخاصمون مع الفرنسيين بسبب دعمهم للأكراد في شمال شرق سوريا لذلك القضية أصبحت معقدة وأنا أعتقد أنه إذا لم تسارع أمريكا وألمانيا إلى يعني دفع الأطراف إلى الحوار فأن الاختتال قد يحدث بالفعل لأنه هذا الحماس من الجانبين وهذه اللغة التي نسمع يعني أعتقد أردغان أنه هتلر خطير جدا وأي يعني سوء تقدير سيؤدي إلى أنفلات الأمر دعني أسأل هنا دكتور أحمد على نقطة مهمة ومقاربة مهمة حينما بدأ الرئيس أردغان كسر قاعدة صفر أعداء وبدأ باستفزاز أوروبا وكما توصف سياسته بالبلطجة مثلا ابتدأ بقضية اللاجئين ابتز أوروبا وحصل منها على ما يريد الآن هل يقع الأوروبيون بذات الفخ ويخضعون لابتزاز أردغان وفي جيده الصفر كما تقول نعم سيخضعون لأنهم ليسوا كتلة واحدة وليست مصالحهم مترابطة يعني إيطاليا هي أقرب إلى تركيا منها إلى فرنسا ومالطا يعني لا توافق فرنسا على خطتها الاتحاد الأوروبي ليس منظمة سياسية بالمعنى ومنظمة اقتصادية ولذلك غياب أمريكا هو الذي خربط الأوراق يعني علاقات وثيقة جدا مع موسكو وتركيا وعلاقات قوية مع الصين وبالتالي إزعاج تركيا سيجعلها تقفز من معسكر إلى معسكر وهذا يعتبر خسارة كبرى للمعسكر الغربي لذلك كل الجهود ستنصب الآن على يعادة الحوار وعلى العودة الجميع إلى طاقلة المفاوضات وعندها أنا أعتقد أنه سيحصل على شيء قد لا يكون كبيرا لكنه سيحصل على شيء سيد أوكتاي ربما مسألة الحصول على شيء من الأوروبيين هي مقامرة هي مغامرة لا أعرف سميها ما شئت ولكن أن يصل الأمر بالأوروبيين بالفرنسيين إلى تشبيه الرئيس أردوغان بهتلر هذه يبدو تحتاج إلى وقفة وكلنا يعرف كلنا يقرأ التاريخ ما حل بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حينما طغى هتلر ذلت ألمانيا باتفاقيات ذلت عسكريا سياسيا اجتماعيا اختطعت أراضيها وكذلك حتى شعبها اقتطع ألا يترى هذا المشهد التراجيدي أمام الأتراك حينما يولون أمرهم إلى الرئيس التركي وهو يقوم بهذه المغامرات طبعا لا علاقة بهذا الموضوع مع مسألة التركية ولكن إذا كان يجب أن نشبه أحدا الهتران ممكن نشبه ماكرون الصغير لهتران لأنه يحاول إحياء الحكبة الاستعمارية من جديد يتواجد في ليبيا في سوريا في العراق يريد بناء دولة انفصالية كردية في سوريا في شمال العراق وما إلى ذلك هناك هوس أو محاولة أو السعي لإحياء الامبراطورية العثمانية الأوقات لا لا أتحدث عن ماكرون هي نفس الشيء بالنسبة لإمبراطورية العثمانية يا سيد الكريم هذه الإمبراطورية بأخطائها وبسوابها طارقنا المشترك وتركنا في الماضي أما بتشبيه أردوغان بأشخاص في الطارق الأوروبي هذا أولى لأوروبيين أولا ثانيا عندنا مثل شعبي يقول أن الحقير شخص حقير عندما يريد إظهار قوته يتحدث عن سرقته يعني يقول أنا سرقت كذا وخطفت كذا وقتلت كذا لإظهار الشجاع هذا هالم ماكرون والفرنسيين اليوم بالأسف الشديد نعم ليس معنا أحد من فرنسا للرد على هذا الكلام نتمنى أن يسمعك الفرنسيون ويفهمون اللغة العربية شكرا جزيلا لك سيد دكتا يلمز الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من إسطنبول وأيضا شكرنا موصول إلى ضيفنا في لندن الدكتور أحمد عجاج الباحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لكم وأنتم مشاهدينا دائما لكم كل شكر والتقدير على كرم المتابعة وإلى لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر